الأخ عبد الحكيم من طرابلس يتكلم عن رفع الظلم وعن الإعمار لا شك أن المسلم يتمنى أن يعيش حياة طيبة مرفهة في ظل طاعة الله سبحانه وفي ظل تحكيم شرعه يعني الرفاه والخير والنعم لا تنافي طاعة الله سبحانه وتعالى بل ما أجملها إذا اقترنت بطاعة الله الإنسان يتمنى أن يعيش حياة طيبة والحياة الطيبة هذه طيبة بطاعة الله سبحانه وطيبة بالتوسع في مال الله سبحانه الذي اكتسبه العبد من حله ووضعه في محله فإذا كان هذا الشيء كل إنسان يرغب أن يعيش المسلمون جميعا هذه الحياة الطيبة في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى أما قصة السجون فالسجون لا بد منها لردع المفسدين لكن علينا أن نصلح هذه السجون لا بد أن يعطى للسجين الحق الكامل في الدفاع عن نفسه لا بد أن يعلم أهل السجين أن هذا السجين مسجون في المكان الفلاني بتهمة كذا وكذا لا بد أن يعرض السجين على النيابة لتحقق فيه يعني ما نكونش أنا السجان وأني القاضي في نفس الوقت سواء في الردع أو في غير الردع من نشدش أنه مسجون ونحطه في الحبس ومنع أرضاش على النيابة ونحاكم أنه مباشرة هذا لا ينبغي السجين يأخذ حقه ويعامل معاملة يعني ما فيهاش إهانة لإنسانيته وكرامته ويحاسب فإن ظهر مذنباً النيابة طلعت مذنب والقانون طلع مذنب فيعاقب بقدر جرمه الذي يعني حدد القانون الذي وافق الشريعة هذه العقوبة إذا كان مش مذنب فيخلى صراحه هكذا نطمح أن تكون الدولة دولة عدل دولة حق لا يخاف الإنسان فيها أن يظلم هذا المفترض هذا كيف يكون؟ يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وباتباع شرعه وبمراقبته سبحانه فإن الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة ونرى من شواهد التاريخ أن كل ظلم لابد أن يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة يعاقب الله الظلمة وما الآن قال الأخ عبد الحكيم السجون في عهد القذافي وفعل وفعل ثم عاقبه الله سبحانه وتعالى وعاقب السجانين الظلمة فكل إنسان الآن يسجون أو يعاقب ظلما سيعاقبه الله سبحانه وتعالى يخلص يعني في الدنيا قبل الآخرة والإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذا قد تغره القوة وقد يغره النفود فيغيب عن باله حساب الله سبحانه وتعالى المعجل في الدنيا والمؤجل في الآخرة ينبغي للعبد المؤمن أن يلاحظ ربه وأن يحسن معاملة الناس وأن يحترم كرامتهم وإنسانيتهم ويعرض الناس المذنب على القضاء من أدانه القضاء يحاسب من برأه القضاء يخلى سبيل وهكذا ينبغي كذلك السجون ينبغي أن تستغل يعني مفروض فيه توعية للسجناء فيه محاضرات يعني ليهم يعلموهم حرفة تنفعهم لما يخرجوا من السجن يذكروهم بالله يكثرون النصيحة والموعظة لأن الوضع الذي فيه السجين يجعله يتقبل هذه الأمور يكون قلب أرق وهو في السجن ويعني يرفع حاجاته إلى الله لأنه يعلم أنه لن يستطيع فرع شيء فهذه تكون فرصة لتقريبه من الله سبحانه وتعالى ولتعليمه حرفة تنفعه أما أن تبقى السجون يعني فساد وظلم وضرب وتعدي ويتعلم فيها يعني الفساد الذي لم يكن يعرفه قبل أن يدخل إلى السجن فهذا ليس من المقصد الذي وضع لأجله السجن ترجمة نانسي قنقر